فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من ثلاثين موضعا في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال البغوي عليه رحمة الله إلى الله أي إلى كتاب الله وإلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته فقد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظ لنا الكتاب والسنة وهي فصل في النزاعات بين المسلمين يرجع المسلمين إليها فتكون الهداية باتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وكما قال جل وعلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل على الذين يتبعون رسول الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم كان له بذلك الفوز العظيم والنجاة في الدنيا والآخرة قال تعالى تلك حدود الله وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فيكون له النجاة بذلك وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وأخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الظالمين يوم القيامة الذين رفضوا كلام رسول الله وأتوا بالضلال والعقائد المنكرة أن لهم النار يقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا فجعلوا سادات لهم وكبراء يأخذون بقولهم وإن خالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينجوا من عذاب الله وكثير من الناس اليوم يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين وفي الإيمان الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بغير إيمان صحيح قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ويقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الناس الليلة تلقاهم يصرفوا أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لكي يعبدوه جل وعلا وحده أن يكون هو الذي يدعى عند الشدائد والذي يسأل ويطلب وحده لا شريك له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فهذا أعظم المنكرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كما في الصحيحين قيل له أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت يجعل لله سبحانه وتعالى الأندات يدعونهم في الشدائد كما يدعى الله وهم براهم يقول لك نادين في الشدائد فهؤلاء ليست لهم علاقة مع دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون الناس إلى أن يدعى غير الله وهذا حال أهل الشرك أنهم يدعون غير الله كما أخبر الله عنهم في النار قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب يدعون غير الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى التوحيد ينفروا من هذا الكلام وينفروا من أن يدعى الله سبحانه وتعالى وحده ليه بيزعلوا بتسعى ليه لما نقول الله براه وذكره من رسل والله ما رسل الرسل إلا لكي يعبد وحده لا شريك له ويدعى وحده لا شريك له قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون العبودية لله جل وعلا وحده لكن الليلة يقول لك آه بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين بناديهم ميتين بناديهم وذا شرك بالله سبحانه وتعالى الله سمّه الشرك في القرآن قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم الله قال لك ما بيسمعك ذاته إنت بتناديه ومحتاج منه ومعتقد فيه والله قال لك ما بيسمعك ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنه ما يقدر على شيء ولأنه عبد مثلك ضعيف لا يستطيع شيئا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى الله دعاء غيره شركا وسمى الله سبحانه وتعالى دعاء غيره كفرا قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وإي إنسان يشرك بالله أو يدعو الأولياء مع الله ما عنده حجة الله قال لك لا برهان له به دعاء ما قال الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظنى وماتهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أسماء ورعه ومكاشفه وصايم ديمه وأحمد اتجانه الله ما قال لنا نادو ديل و الله ما أمرنا أن نتبع هؤلاء إنما أمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعى الناس إلى التوحيد وإلى أن يتعلقوا بالله كما قال لابن عباس إذا سألته فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لكن الناس الليلة يسألوا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويطلبوا ويستعينوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يجي يقول لك الأولياء ديل يدو الجنة يقول لك الولد بقدر من الدهب والبيت كذلك وحددوها كمان وزي ما يقول لك كباشي في المدايح في الإزاعات والتلفزيون كم أدى ولد في كل بلد كباشي وديل بيعتقدوا أنه الشيخ البدي مع الله سبحانه وتعالى وده حال كثير من الناس الليلة يقول لك ما تأخرت في الولادة بيمشوا للأولياء ديل ويحتقدوا فيهم مع الله سبحانه وتعالى والله يرد على هؤلاء يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة دي من الله سبحانه وتعالى وليست من هؤلاء الأولياء وما عندهم في الملك شيء بل الملك كله لله سبحانه وتعالى لذلك لا تسألهم فاسأل الله سبحانه وتعالى الذي أمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم ووعدك بالإجابة وهؤلاء لم يأمرن الله سبحانه وتعالى بصرف هذه العبادة لهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا دعى الله فإنه لا يخلو من أمور قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليست فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث إما أن تعجل له وإما أن تدخر له في الآخرة وإما يُصرف عنه من السوء بمثل ما دعاه أما غير الله سبحانه وتعالى فأخبر الله أنه لا يملك شيئا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله قال ليه ما يملك من الكون دا شيء زي ما هم بغشوا الناس الليلة يقول لك أنهم بصرفوا في الكون وأقطاب الأرض في الكبل الأربعة ما عندهم أي حاجة دا ما الله سبحانه وتعالى بيئلك ما يملكون وما لهم فيهما من شرك ولا عندهم نصيب من هذا الكون وما له منهم من ظهير ما في زول بعاون الله منهم ما في معاون لله سبحانه وتعالى من هؤلاء إنما هي افتراءات ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كثير من الناس الليلة من يسألهم ليه بتتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى يقول لك دا القريبين لأ الله وبيشفع علينا يوم القيامة وبيقضلين الحاجات يدعو علينا عند الله سبحانه وتعالى وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى لم يأمر به الله وأخبر الله أن هؤلاء لا يملكون لك الشفاعة يوم القيامة ولا في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يقبل هذا من المشركين كما قال لكل نبي كما في الصحيح مسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وقال فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة يشفع عليك ما تشرك بالله سبحانه وتعالى ما تصرف شيء من العبادة لغير الله ولا تمارس شيء من أنواع الشرك صغيرا كان أو كبيرا وده الليلة منتشر ناس يتعلقوا بالتمائم والحجبات مع الله سبحانه وتعالى يقول لك ده حجاب رزق والله جل وعلا يخبر أن الرزق منه جل وعلا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى وهذه التمائم شرق بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمائم قال المنذر عليه رحمة الله هي خرزات يعلقونها يعتقدون أنها تدفع العين وهذه لا تدفع العين لأن الله سبحانه وتعالى ما جعلها سبب فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكه بشر ولا يملكه ورق ولا يملكه إلا الله كما قال تعالى في كتابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه أي أن الله سبحانه وتعالى يتركك لهذا الذي تعلقت به وهو لا يملك لك شيئا فالإنسان المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى كما أمره الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه أردت أي شيء تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده فالله سبحانه وتعالى يعتقد المسلم أنه يكفيه ويتوجه إليه بالعبادات وهذه التماي من الشرك بالله سبحانه وتعالى وأيضا من الشرك بالله ما هو منتشر من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما عند الترمذي وفي سنن نبي داود قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمط وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الضلال والناس اليوم خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة منها ما أتوا به من البدع والمحدثات وما في بدع في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السبيل والصراط إليه واحد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ونهان الله سبحانه وتعالى عن التفرق في الدين بتغيير الدين وبترك وبإحداث عقائد جديدة في الدين فهذا محرم قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فزم الله سبحانه وتعالى التفرق في الدين كتفرق اليهود والنصارى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرق وافترقت النصارى على ثمتين وسبعين فرق وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة فسئل عنها قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأي عقيدة وعبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليست تمثل دينا للإسلام ويعتبر من أتى بها مبتدعا ضالا منحرفا عن الصراط المستقيم زي ما الليلة الناس بيعتقدوا أن الإنسان ممكن يكون مع الولي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كموسى مع الخضر وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن الكفر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة فالخضر مرسل إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة فهذا يزعم أن له وحيا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء للوحي وكفر بآيات الله سبحانه وتعالى وهذا من الضلال البين الذي ما ادعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الدين لذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحتقدوه فكل هذا من الضلال ومن البدع منهم يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والداني من الدين تشريع وشوف الدين دا اكتمل الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اكتمل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالدين مكتمل والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحصمك من الناس فلو كانت هذه الصلاة المزعومة صلاة الفاتح ولا غيرا من الشرائع لو كانت دينا لبلغنا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى بتبيينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بكل خير يعلمه لهم وأن ينذرهم من كل شر يعلمه لهم فلو كانت خيرا لبلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه من البدع العظيمة ومن الكفر بالله قالوا أن صلاة الفاتحة هذه تعدل القرآن ستة ألف مرة وهذا من الضلال ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يرد على هذا الكلام الباطل يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلا يستطيعون أن يأتوا بذلك إنما هذه من الخرافات ومن الدجل ومن القشر المسلمين هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا